المعارك لم تتوقف في مدرية كشر بعد أيام من سيطرة ميليشيا الحوث الانقلابية على منطقة العبيسة الواقعة إلى الشرق من مركز المدرية وذلك بعد نحو شهرين من المواجهات الشرسة هناك أعنف هذه المعارك اندلعت في محيط جبل جمانة جنوبية المدرية ضمن محاولات الميليشيا لسيطرة على هذا الجبل بالتزامن مع قصف متواصل تنفذه من مواقعها في جبل طلان على قرى بني سعيد ومحيط مركز المدرية غربا وفيما ساد الهدوء الحذر محيط مركز مدرية كشر بعد أيام من انتقال المعارك إليه تواصل مقاومة حجور المواجهة في ظل استمرار التباطؤ من جانب الشرعية والتحالف في تقديم الامدادات اللازمة لكسر هجمات الحوثيين رغم ورود أنباء عن قيام طيران التحالف بعملية إنزال لوجستية لصالح مقاتل المقاومة هي الأولى منذ سقوط منطقة العبيسة لم ترشح بعد معلومات عن حجم تلك الامدادات وتأثيرها القتال ومنذ سقوط منطقة العبيسة قبل ثلاثة أيام تواصل ميليشيا الحوثي جرائمها بحق أهل المنطقة شملت تفجير المنازل وزرع الألغام الأرضية في مزارع المنطقة وحرق مساحة شاسعة من هذه المزارع وشن حملات اعتقالات طالت أبناء قبائل حجور ونقل عن القائد الميداني في مقاومة حجور الشيخ علي فلاة تأكيده أن مقاتل حجور مستمرون في خوض المعارك والتصدي لهجمات وعدوان الحوثيين على مناطقهم رغم إعلان الحوثيين بأنهم تمكنوا من السيطرة على المديرية وعلى كامل المناطق القبلية المناوئة لهم في حجور وطالب فلاة الشرعية والتحالف بمواصلة إمداد المقاومة بالمزيد من الدعم لمواجهة أسلحة وصواريخ الحوثيين التي يطلقونها على سكان كشر لافتاً في الآن ذاته إلى أن الوضع الإنساني لسكان المنطقة مأساوي للغاية في ظل استمرار الحصار الذي يفرضه الحوثيون على سكان المديرية ويشمل منع دخول مياه الشرب والطعام والدواء واستهداف خزانات المياه بالدبابات بين تأكيد مقاتل مقاومة حجور استمرارهم في خوض المعركة ضد عدوان الميليشيا في حجور وتأكيد هذه الأخيرة سيطرتها على المديرية يظل الموقف هناك مفتوحاً على احتمالات مواجهة يمكن أن تتسبب بالمزيد من مآلات المأساوية على الصعيدين المعيشي والإنساني ومسك دفع فاقاً وخرب بيوتاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر